في كتير طرق وسط الحياة تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق الطريق موسيقى 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 عزائي المشاهدين أهلا وسهلا مرحب بيكم في برنامجكم لي الحياة قناة الطريق النهاردة يوم جميل يوم حافل معايا مفجأة جميلة جدا 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 ويعني معايا شخص قيمة وقامة وأنا خدمت معاه سنين طويلة ويسعدني ويشرفني أن يكون موجود معايا الأسكف سمير شحاتة الأسكف سمير شحاتة أنا خدمت معاه خمسة وعشرين سنة كنت سكرترت النعمة الرسولية لمدة خمسة وعشرين سنة بغدم عليه شفت الأمانة شفت الحب شفت العطاء شفت التضحية شفت المؤتمرات الجميلة شفت في حياته الخدمة العظيمة هذا الرجل عظيم وقام وقيمة روحية عظيمة وأنا سعيدة جدا أن يكون موجود وبيشرفنا وبيشرف القناة وبيشرف الاستيديو احنا سعداء بيك أهلا وسهلا نورتنا وشرفتنا وكترتنا وسعداء أن احنا معاك شكرا يا أخت سميرة وأنا مبسوط خالص أننا أكون هنا معكم وربنا يباركك وزي ما باركك في مسؤولية السيدات سكرتيرة السيدات في المجمع الرب بيباركك في قناة الطريق في اللقاءات كبيرة وعظيمة ربنا يبارك قناة الطريق وربنا يستخدمها لسبب خلاص لنفوس كثيرة ورجوع ناس تيجي للرب وزي ما احنا عارفين أنه الوقت قريب الرب قراب ييجي علشان كده قناة الطريق بتسعى أنه كثيرين ييجوا للرب ربنا يباركك يا سمير أعزائي المشاهدين النهاردة علوان حلقتنا اختيار وقرار ايه هو الاختيار وايه هو القرار ده اللي هنشوفه مع الأسكف سمير شحاته وهيقول لنا على الحاجات روحية جميلة في القرار والاختيار القرار بتاعك انت والاختيار بتاعك انت لما أنا باخد قرار وباخد اختيار لما يكون عندي مشوار بالليل أعد أفكر فيه الصبح بالليل واخد القرار الصبح باخد القرار بتاعي وبطلع على طول ما فيش حاجة بتوقفني ليه أنا واخد القرار والاختيار فكمان في الحاجات الروحية احنا بيبقى عندنا القرار والاختيار مكتوب عن مريم أما مريم فاختارت وقررت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها ومكتوب عن لوط أيضا ان لوط اختار لنفسه ويراته مختار يعني نفسي السادة المشاهدين وكل اللي بيشوفونا ما يكونوش بيختاروا العالم ولا شهوات العالم لكن بينكون لنا قرار واختيار في الرب يسوع المسيح المخلص والفادي اللي جيه عشان يديني حياة أبدية ويديك ويديك حياة أبدية بيقول عنه كده في إنجيل يوحن أصحى عشرة وعدد عشرة أما أنا فأتيت ليكون لكم حياة ويكون لكم أفضل من الحياة الرب عايز يدينا حياة وأفضل من الحياة ونعيش أمنا ونعيش أيامنا ونحن بنحترم الرب في حياتنا في السر وفي السريرة النهاردة العلوان بتاع الحلقة قرار واختيار وده هيبقى مع الأسكف سامير شحاتة الرب يبركه وأنا واسقة إن المسيح هيستخدمه وشيء يسعدني ويبركني إن هو يشرفنا النهاردة في قناة الطريق ويوم هيبقى رائع ووقتها هيبقى ممتع جدا 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 لكل السادة المشاهدين والنفسي والروحي أيضا لأن الرب هيبركنا عندنا مجموعة بتصلي من أجلنا ومن أجل القناة زي ما بقول لكم دايما إحنا معانا مجموعة من ولايات تانية وكده بيتحدوا بينا في الصلاة عندك طلبة الصلاة اتسل بينا اطلب طلبة الصلاة وأيضا المسيح له المجد هيجاوبك على كل ألامك وأحزانك وأتعابك وأفراحك وهيقودك في موكب النصرة في طلبة الصلاة عندنا مجموعة من الناس قالوا لينا نصلي من أجلهم واللي أنا عايزة أصلي أنا سعيدة جدا أن البس رجع تاني لأماكن كتيرة وأحلم بيسعدني أنه رجع البس لمصر وده حاجة جميلة جدا لأن أنا ما سافرت السنة دي والسنة اللي فاتت كان الكل بيقول لي اللي معطل القناة اللي وانتوا عارفين طبعا القنوات دي بتتكلف مبالغ ضخمة الرب بيسدد وإن شاء الله يسدد عن طريق الروح الكدس اللي بيرشتكم ومن يده أعطيناه والمسيح يبرككم ويحميكم ويحفظكم الأسكف سمير هيصلي من أجل مجموعة كبيرة عائلات عايزة صلاة وشباب وشبات هنا في أمريكا عايزين صلاة وقبل ما هيصلي بس هيدينا لمحة صغيرة هو جي أمريكا ليه وإيه الشغلة اللي بيعملها هنا أو في مصر حاليا اتفضل حضرتك كان فرصة كويسة النهاردة والفترة اللي فاتت اللي احنا جينا فيها لأمريكا علشان نحضر مجمع عام كبير من كنايس ودول جاية علشان تمثل الدول بتاعتها تشيرش بجاد بروفيسي اللي هي من ضمنها كنيسة النعمة الرسولية اللي موجودة في مصر مجمع كنايس النعمة الرسولية في 135 دولة شركاء خدمة موجودين مع بعضيهم علشان في الكنيسة دي منتشرة في كل العالم كان عندنا المجمع ده وانا جيت علشان أحضر المجمع وطبعا لأسباب تانية انا موجود هنا ونشكر الرب علشان كل الفرصة كانت فرصة كويسة فرصة حلوة ان احنا نقضي الوقت كله مع الرب بنشكر الرب لأجل المجمع كان فيه نجاح كبير وكان فيه حاجات كتير حصلت وناس جات للرب وآلاف كانت حضرة حوالي 12 ألف كانت حضرة للمجمع ده بنشكر الرب لأجله انا برضو جيت علشان حاجة تانية انه المفروض انا ليا 31 سنة مسؤول عن كناس النعمة الرسولية كرئيس مجمع كناس النعمة الرسولية لكن الرب شغلني انه زي ما بنقول النهاردة الموضوع بتاعنا قرار واختيار فالقرار انا اخدته ان انا اقدم استقالتي من رئاسة مجمع كناس النعمة الرسولية علشان حد غيري يستلم وانا بشرف كبير وبرضو اكرام من الرب وحب كبير انه المجمع يستمر وفيه واحد تاني بقي مسؤول وانا بعدد الناس المسؤولين علشان يكونوا مسؤولين عن عمل الرب ده عمل الرب وفخور جدا ولي الشرف ان انا في الوقت المحدد اخدت القرار ده لما الرب قال لي خلاص انت تاخد قرار فانا اخدت القرار ده علشان اسيب الفرصة لغيري وعلشان المجمع يكبر وينمو ويتحد والرب يستخدم كل خادم وكل مسؤول لاجل عمل الرب فالقرار المناقس صائب في الوقت المناسب انا حددت الوقت ده اللي قال لي فيه الرب وجيت هنا واشكر الرب هنا كرمت تكريم كبير خالص والرب عمل عمل عجيب والناس كلها كان بتتكلم عن خدمة سمير شحاتة اللي كان مسؤول عن مجمع كنيس النعمة الرسولية في مصر ربنا يبارك مصر ويستخدم مصر كمنارة عالية وخدمة مباركة في كل الكنيس مش كنيستنا احنا بس لكن كل الكنيسة الرب يستخدمها ويستخدم قناة الطريق في عمل كبير خالص وبنشكر الرب لاجل عودة البث المباشر للقناة في كل مكان التردد بتاعها موجود معايا 11636 وكمان 57500 على 3-4 اللي هي قناة النيل نايل سات ياريت كلنا نشوف القناة دي علشان نشوف كل الحاجات اللي بتتعرض عليها والخدمات المباركة اللي بتكون فيها الأسكف سامير الحقيقة يعني أنا اشتغلت معاه 25 سنة بس بعرفه من قابليها ومن بعديها وخدت القرار والاختيار لما جيت هنا وقعدت في أمريكا وقدمت استقلتي زي ما هو خد قرار واختيار وقدمت استقلتي لحضرته فيعني كنت بشتغل معاه من أول اسكندرية لحد أسوان يعني عنده كنائز جميلة ناس محبة ناس بيضيفوا الناس بطريقة الخدام بطريقة جميلة ويتمتعت جدا بالخدمة معاه وشفت قد ايه هو إنسان أمين واللي بيقولوا ده من ضمن أمانته واللي اداله ما كانه دلوقتي هو بيعتبر ابنه في الإيمان وحاجة رائعة 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 ربنا يدينا أمانة ويدينا نور ويدينا حتمة ويدينا نعمة نعيش كما يحق الإنجيل المسيح احنا دلوقتي معاه في الصلاة في الجروب اللي احنا عايزين نصليله تفضل حضرتك صلا يا ربنا الطيب وراع نفوسنا الأمين من كل القلب نشكرك نعظم اسمك لأجل هذه الفرصة المباركة شكرا يا رب لأنك أنت تشفي وأنت تحرر أنت تكسر القيود يا رب اللي قيت بيها عدو الخير ناس كثيرين لكنك تستطيع يا رب أن تحطم كل القيود نعم فككت أسرنا وقيودنا حللتها نعم شفيتنا رب شفاء روحيا وشفاء جسديا بنشكرك يا رب لأجل عمل نعمتك في كل مكان في كل كنيسة في كل بيت بنشكرك يا رب لأجل عملك في كل أنحاء العالم أرجو أن تتمجد بقوة يا رب لتعطي سلام لكل بلادنا وتعطي أمان وتعطي قوة وعمل في الكنيسة أيها السيد الرب فيأتي الكثيرين ويكتب أسماء جديدة في سفر الحياة في اسم يسوع المسيح نصلي ونفق بأنك استجابت آمين رب بنشكرك لأنك أنت سيدنا واخرنا وإلهنا العظيم اللي لينا ملجأ والأزرع الأبدية من تحت بنشكرك لأنك معانا وفينا غالب ومنتصر ومكتوب الله الذي رعاني منذ وجودي والملاك الذي حرصني بنبركك يا رب لأن السنين الطويلة بتشهد عن أمانتك والماضي والحاضر والمستقبل مضمون بين إيديك الكريمة يا رب أنا بحط الحلقة أنا واخوية بين إيديك يا رب تدينا وقت طيب يا رب جهز القلوب يا رب جهز النفوس اللي تسمع صوتك وتخبي كلامك في القلب لكي لا تخطئ إليك ادينا نور جديد قوة جديدة نعمة جديدة مسح العبدك في كل كلمة هيقولها بنشكرك من أجل البس اللي رايح مصر لك المجد يا رب لأنك صالح صالح وأمين على عملك يا رب سدد احتياجات القناة روحيا وجسديا بحسب كرم الملك مرة تانية بحط الأسكو في سمير شحاتة بين إيديك مسحة لكل كلمة وكل آية وكل تعليق وكل تعليم لأنك أنت المعلم الصالح والأمين وأنت بروحك هتتكلم على لسان عبدك في اسم المسيح الحي نطلب لك كل المجد يا سيدنا آمين تفضل حضرتك بنشكر الرب برضو لأجل الكنيسة في مصر أنا لما استلمت الكنيسة كانت عشر كنايس بس لكن بعد الفترة دي اللي خدمت فيها أصبحت تلاتين كنيسة فبنشكر الرب لأجل عمله وإحنا بنطمع أنه الرب يزود كنايس تانية وخدام تانية علشان كل الكنيسة أنا مش هسيب المجمع أنا موجود في المجمع موجود في الكنيسة برضو هكون مسؤول عن التعليم في الكنيسة بنشكر الرب لأجل عمله آمين عايزة تكلم عن بعض الشخصيات لأنه الكتاب المقدس مليان في قرارات ناس خدت قرارات والقرارات دي كانت في أوقات مناسبة وأوقات صعبة علشان كده خدوا هم القرار بينهم وبين الرب أنه يعملوا حاجات يمكن صعبة في الأيام دي أنه حد ياخد قرار زيه عايزة أقول عن دانيال دانيال بيقول عنه الكتاب فأما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس مع أنه دانيال كان أسير مع أنه دانيال كان بعيد عن بلده مع أنه دانيال كان في مكان غير البلد بتاعته مع أنه دانيال كان فيه حاجات حواليه كتير وناس كتير لكن هو خد قرار القرار ده أنه لا أنا ابن للرب علشان كده مهما كنت ومهما كان الوضع اللي حواليه أنا لا يمكن أني أحيد عن إرادة الرب والحياة مع الرب والارتباط بالرب والقلب يكون للرب فجعل في قلبه أن لا يتنجس نعم ليعطينا الرب أن نكون في كل مكان مهما كانت الظروف اللي حوالينا ظروف صعبة ظروف غربة ظروف أماكن ما كناش فيها وتوجدنا فيها لكن نستمر في علاقتنا مع الرب فجعل في قلبه ضع في قلبك هذه الأمور أنك أنت ابن للرب ومهما روحت أو جيت أنت ابن للرب علشان كده أو على العالم ياخدك أو على الناس تاخدك أو على حد يضغط عليك لكن استمر في أنك أنت تاخد القرار الصائب في الوقت المناسب أنك أنت تتحرر من كل القيود وترتبط بالرب اللي هو أحبك وهو أعطاك الحرية أنك تعيش لي مش بس دانيال لكن في يوسف كمان يوسف برضو كان في ظروف صعبة اتباع من إخواته ترك بيته وراح في مصر وكان وقت عصيب ووقت صعب وكان في بيت فرعون وطلب منه أنه يكون مع زوجة فرعون لكن هو رفض 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 كامل وقال هذه الكلمات أنه كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخت إلى الله كان ممكن دانيال يتأثر وكان ممكن دانيال يعمل الغلط وكان ممكن دانيال يروح في مشاكل بعد كده هيكون وضعه صعب جدا أو ياخد مستوى عالي أو منصب عالي في ناس كتير تعمل كده وتقول ممكن مش غلطة ما ربنا هيسامح ما ربنا هيغفر ربنا أصله رحمته كبيرة ربنا إله كبير ربنا يقدر يعمل حاجات كتير لكن دانيال يوسف قال لا أنا ما أعملش كده كيف أفعل هذا الشر العظيم واعتبر الخطيئة دي أنه خطيئة ضد الله ما هي ضد الله أخطئ إلى الله علشان كده بعد عن هذه الأمور ناس كتير أخذت قرارات يمكن أنت خدت قرار بعدت عن بيتك بعدت عن مكانك الخطيئة حواليك من كل ناحية لكن خلي في قلبك أنك أنت ابن لله مهما كانت الغربة مهما كانت الظروف مهما كانت الأحوال أنت ابن للرب علشان كده لازم تعيش للرب وتعيش ابن للرب مهما كانت الظروف اللي محيطة بيك لكن ربنا ما سابش يوسف حتى كان اتحط في السجن لكن في السجن كان أمين في السجن كان بيعين يعين ناس كان في السجن بيشتغل كان في السجن ساب له السجان أو رئيس السجن ساب له كل الشغل وقال له أنت مسؤول كبره واعطاك حرية كبيرة لما فرعون شاف الحلم بتاعه سأل إيه في إيه في مشاكل في جوع في حاجاتها تحصل في البلد ابتدى يوسف يكون راجل كبير والرب رفعه لأنه كان أمين مع الرب اللي يكون أمين مع الرب الرب كمان بيكون أمين مع هو أمين مع الناس اللي معه حاشة لي أن أكرم الذين يكرمونني أما الذين يحتقرونني فاصبرون علشان كده نكون أمناء مع الرب بنحب الرب ولما نكون أمناء هو بيرفع من شأننا كتير قرارات مهمة أمين عزائي المشاهدين يعني الأسكف سمير أنا بشكر المسيح من أجل كل آية وكل كلمة تكلم عن دانيال ودانيال يقول عنه الكتاب زي ما قال لنا حضرة الأسكف وضع في قلبه لا يتنجز بخمر الملك ولا بمشروب الملك ودي قرارات صعبة لأن الملك الملك هو اللي بيقول لكن إحنا عندنا بقى مش الملك اللي بيقول ملك الملوك ورب الأرباب هو اللي بيستلم حياتنا ومفروض إحنا مش نعيش كمان زي دانيال وزي يوسف لا نعيش أكتر لأن المسيح له المجد هو اللي بيدينا من جوه الأمانة والروح القدس جوانا بيشولنا لا ما تعملش كده دي خطية لا دي حاجة مش كويسة وزي ما قال لنا برضو الأسكف سمير يعني أنت سايب بيتك سايب ولادك عندك علاقات مش كويسة عندك علاقات فيها نجاسة الرب النهاردة بيقولك لا أقوم وحط في قلبك خد قرار واختيار لا أطيع الاسم بعد ولم يكون الابن عبد فخد قرار وزي ما كان يوسف برضو تكلمنا الأسكف سمير عن يوسف كان أمين للرب والآية اللي بتعجبني وبتهز قلبي كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله كانت الخطية مش موجهة الفرعون ولا لمراته ولا للجسد زي ما بيقول إنجيل أن خطية الزنا بتبقى دايما وأبدا بتهين الجسد لكن كان بيشوفها أن هي هتهين الله في ألف قلبه لا يمكن أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله الرب يساعدنا نكون زي دانيال زي يوسف زي الناس الأمينة اللي عاشت أمينة كما يحق لإنجيل المسيح اتفضل يا بود مش بس كده كمان في دعوة دعوة إلهية الله قال لإبراهيم وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك محددلوش قال له أنا هورها لك أنا هوديك ليها ما سألش ما قالش فين ما قالش ليه ما قالش هتعمل ايه أنا هسيب الناس اللي أنا عايش وسطيهم هسيب أرضي هسيب بيتي هسيب حاجتي هروح فين يا رب لكنه أطاع والكتاب يقول لنا بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينيه لأنه كان ينتظر فيه انتظار ينتظر ايه يا ترى المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله إبراهيم أطاع لما دعي أطاع حاضر يا رب أنا مستعد أنت دعتني أنا مستعدة أروح في المكان اللي أنت عايزه لكن فيه واحد خرج معاه الواحد ده لوت ابن أخوه مع أنه كان سنه كبير إبراهيم لوت قال له ماشي أنت رايح مكان أنا روح معاك فيه ناس تعمل كده يقول له أنت رايح مكان أنا هروح معاك لكن لوت كان مختلف خالص إبراهيم كان بيطيع الله وموافق بالمكان اللي هيوديه فيه الله وذهب ومشي ورح في المكان ده وعاش هناك في كنعان فأتوا إلى أرض كنعان دي أرض الموعد المكان اللي الرب حدده له وقال له تعالى أنت هتقعد هنا لكن يا ترى لوت عمل إيه لوت عاش واختار اختار إيه حصلت مشاكل كتير لأنه كانت الأغنام والأبقار والحاجات اللي عندهم والمواشي اللي عندهم كتير خالص بيحفروا أبار بيتخانقوا العبيد مع بعضيهم كل واحد عايز يعيش في حتة فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبراهيم ورعاة مواشي لوت وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذن ساكنين في الأرض فقال إبراهيم للوت إبراهيم اللي هو قبل ما يتغير اسمه لإبراهيم قال له بص يا حبيبي أنت ابن أخويا وأنت صغير وأنا بحبك وأنا عايزك تعيش كويس لكن اختار اللي أنت عايزه أي مكان الروح تنتشر أنا هروح غرب والروح تنتغرب أنا هروح شر مع إنه كبير لكن أعطى الاختيار لحد تاني علشان يختار لا تكن مخصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا نحن أخوان إحنا أخوان إحنا عايشين مع بعض إحنا بنحب بعض ياما كتير ناس تتخانق على أتفاه الأسباب ياما كتير ناس يضربوا بعض علشان أتفاه الأسباب ياما كتير ناس هو عاوز وأخوه عاوز علشان كده بيضيعوا مستقبل بعض لأنه كل واحد طمعان في حاجة لكن إبرام قال الكلام ده فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها ساق قبل ما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجي إلى الصغر فاختار لوط نفسه ودي المشكلة بتاعت لوط إبراهيم أو إبرام ترك الاختيار للوط فاختار لوط لنفسه مرات نختار لنفوسنا يمكن في زواج بنختار لنفوسنا يمكن في سكن بيختار لنفوسنا يمكن في شغل بنختار لنفوسنا يمكن في أماكن كتيرة بنختار لنفوسنا لكن هل بنسأل الرب عايزني فين؟ هل بنسأل الرب و بنقوله أنت يا رب موديني فين؟ أنا مستعدة أروح معاك أنا مستعدة أكون معاك لما نضع الأمر بين يدي الرب الرب هيعطينا الاختيار الصحيح الأماكن الصحيحة اللي المفروض نكون فيها ونوجد فيها بيقول الكتاب ولوت سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم وكان أهل سدوم أشرار وخطاة لدى الرب جدا أشرار وخطاة بيقول عنه الكتاب وكان لوت يعذب نفسه البارة كل يوم طيب وإيه اللي ما اديك للعذاب وإيه اللي خليك تختار الموضوع ده وإيه اللي خليك تكون في الموجود في المكان اللي فيه عذاب لنفسك ليه كده مرة كتير بعد إذن حضرتك يا بون ألو 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 أيوة ألو 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 حضرتك حمس حاجة كده يا رب أذكر هذه الإنسانة الجميلة اللي اتصعد بنا الآن يا رب حط إيدك عليها والمسها وشفيها وإديها سؤل قلبها وملتمش شفتيها في اسم المسيح الحي لكل المن إحنا عندنا تسبيح يا بون ونطلع فاصل عزيزي المشاهدين عندنا تسبيح جميلة وأما لوط فاختار نفسه يا ريتك تخلي اختيارك واختيارك في إيد الرب الرب لما يختل لك يختل لك أحلى حاجة لما اختل لك اختل لك المجد لما اختل لك اختل لك الأبدية السعيدة لما اختل لك اختل لك السلام والفرح لأنه رئيس السلام معنا تسبيحة جميلة ابقوا معنا الرب يباركوا وانتظرونا عزيزي المشاهدين مرة تانية رجعنا لحضراتكم ولو كان حد لسه فتح التلفزيون دلوقتي احنا بنتكلم عن قرار واختيار ومعايا الأسكف سمير شحاتة من مصر الرب يدينا نعمة تأمننا في يوسف وتأمننا في دانيال دانيال الأول وبعدين يوسف دانيال حط في قلبه لا يتنجس بخمر الملك ولا بأكله ولا بشربه وياريت ربنا يساعدنا احنا ما يتنجس بالعالم ايضا ويوسف قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واختي إلى الله ودلوقتي احنا مع لوت واختار لوت لنفسه الرب يساعدنا لنختار النصيب الصالح الذي لا ينزع إلى الأبد تفضل يا بابا فرق كبير بين ابراهيم ولوت ولوت ابراهيم حتى الرب كان بيتقابل معاه لما كان رايح علشان يدمر سدوم وعمورة لأجل الشر اللي فيها ابتدى ابراهيم يقول له معلش طب خليني اتكلم لو انت لقيت مثلا خمسين واحد كويسين في سدوم وعمورة تهلك البار مع الأسيم قال له لو لقيت كده مش ههلكها طب لو أربعين طب لو تلاتين طب لو عشرين والآخر قال له طب لو خمسة قال له برضو لو لقيت خمسة لكن سدوم وعمورة كانت شريرة جدا شر صعب ولما راحوا الملايكة هناك ودخلوا بيت لوت كان الشر ظاهر جدا حتى برا الباب كانوا عايزين ياخدوا الملايكة علشان يعملوا معاهم الشر لكن الرب كان بيستعجل لوت علشان يخرج من الأرض اللي كان بيعزب فيها نفسه البرة كل يوم خدوه حتى لوت حتى بناته وزجان بناته كان كمهزار ما كانش لما بيتكلم معاهم يقولهم الرب هيحرق الأرض وهايحرق البلد وكلام زي كده سدوم وعمورة كان هو كمهزار في أعينهم ما كانوش مصدقينه وكانوش عاملين لكلامه أي حساب كانوا ناس أشرار جدا ولما أخد لما كان بيتناول يتهاون ومش عايز يطلع واستنى شوية وشوية رحوا خدوه من إيديه وطلعوه برا البلد وقال له أهرب لحياتك مرات كتير الرب بيقول لنا أهرب لحياتك مرات كتير نبقى بعيد عن الرب لكن الرب عاوز يقربنا ليه وبيقول أهرب لحياتك ابعد عن المكان اللي أنت فيه إن كنت في مكان مش كويس ابعد عنه لو كان اختيارك وانت قاعد وبتعذب نفسك الرب النهاردة بيقول لك أهرب لحياتك كان عايزه يهرب لبعيد لكن هو أختار مدينة صغيرة اسمها صغر قال المدينة الصغيرة دي أوصلها وقبل ما يوصل كانت مراته بتبص الورا تشوف يا ترى اللي سابته والأملاك اللي سابتها والحاجات اللي اقتنتها وكل الأمور كله هيتساب لما بصت لورا صارت عمود ملح ما حتى نفسها ضاعت والكتاب بيقول لنا وجابها مثل حتى الرب يسوع بيقول انظروا إلى امرأة لوت انظروا إلى امرأة لوت امرأة لوت بقيت عمود ملح وبناته كمان عملوا الشر مع أبهم ده البعد عن الله والبعد عن الله والاختيار الشخصي عاوز يدور على مصلحته عايز يدور على مستقبله عايز يدور على أنه يبقى زي فلان وزي علان عايز يدور ورا الحاجات دي لكن في النهاية بيخسر كل حاجة يا ريت ربنا يساعدنا علشان نهرب لحياتنا مريم مريم اختارت زي ما قالت الأخت سميرة في البداية كانت مرسة ومريم مرسة كانت عمالة تشتغل دخل الرب يسوع في بيتها لكن هي عايزة تجهز أك اكرام الرب كويس عايزة تكرمه لكن هو عاوزها تس اسمع كلامه يقول الكتاب أما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها الكتاب يعلمنا أنه احنا سمعنا لكلام الرب اهتمامنا بوجودنا في محضر الرب أهم جدا من احنا ننشغل بأمور كتيرة نجهزها أو نعملها يا ما بننشغل أمور بأمور الرب مش عايزها ومش مهتم بيها لكن اختارت هي النصيب الصالح تقعد عند رجليه تسمع كلامه تشبع بكلامه كلامه هو حياة كلمة تعطينا حياة وتودينا الطريق قال كده عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة والحياة لما نقعد قدام الرب بنشبع به لما نقعد قدام الرب ننسى العالم لما نقعد قدام الرب يدينا كلام من عنده ويبنينا الكلام علشان كده مريم اختارت النصيب الصالح مين النصيب الصالح يا ترى إيه اللي بتختاره النهاردة هل بتختار الرب هل بتختار العالم أمامك الموت وأمامك الحياة فاختار الحياة لكي تحيا نعم عندما نختار حياة الرب يسوع هو حياة الطريق والحق والحياة نحيا نحيا به نحيا ليه نعيش له للرب علشان كده الرب عاوزنا النهاردة نختار الاختيار الصحيح اللي عايزنا الرب نعمله زي مريم ما اختارت الرب يسوع اختارت النصيب الصالح مريم لها اختيار وانت ليك اختيار اختار روت لنفسه ضيع نفسه لكن مريم اختارت لنفسها حاجة تانية مختلفة خالص اختارت الرب تعيش مع الرب ما أحلى العيشة مع الرب أنا اختبرت الرب كتير وعشت معي كتير علشان كده بشكره لاجل عملوا معي في كل هذه السنين بشكره لاجل كل ما اعطاه لي بشكره لانه هو معي قال انا هو الطريق والحق والحياة هل يا ترى تتبع الرب هل تمشي مع الرب هل تختار النصيب الصالح وانتي يا اخت هل تختار النصيب الصالح ياريتنا النهاردة نحسن الاختيار ونستحسن الاختيار انه الرب يسوع هو احسن اختيار عزائي المشاهدين يعني الرب كلمنا على لسان الاسكوف عن مريم مكتوب عن مريم اما مريم اختارت خدت القرار واختارت الكنيسة انا بحب يكون فيها مارسة ويكون فيها مريم لان الكنيسة اللي ايضا ما فيهاش مارسة ما بتبقاش حلوة اوي يعني مريم ومارسة بيكملوا بعض بس دي اخدت قرار روحي يعني صرف اختارت ووضعت في قلبها انها تقعد عند اقدام المسيح شبعت بخبز الحياة وراسل الحياة وقوة الحياة كانت بتسرف جسدها حتى مريم لما كانت تتكلم ولا كده كان بيطلع منها قوة الحياة لانها استلامتها عند اقدام المسيح كمان يعني بتكلم عن لوت بيختلف لوت خالص عن ابراهيم مع انه ابن اخوه وعاش معاه وطربة معاه ومفروض عارف طبعه بيختلف جدا كزا ما قال الاسكوف كان مازح في عيون ولاده واسهاره لما كان يكلمهم عن اي حاجة كان يهزقوا بيه واتحقوا عليه اختلافا كبير عن ابراهيم لما ابراهيم ما تتصرى راح عشان يأجر او يشتري طربة صاحب الطربة اللي كان قاعد موجود وهو حتى مش عارفه قال له انت رئيس علينا من الله اسمع يا سيد انت رئيس علينا من الله لما نبقى في ايد الرب وبتوع الرب بيبقى مكتوب علينا كدسا للرب ومسيحه بيبقى حياتنا اللي هي فيها المسيح هي اللي بتظهر هي اللي بتطلع هي اللي بيتمجد فيها الرب هي اللي سلوكنا وحياتنا ومرة ناس قالوا البطرس كده لغتك تشبهه يعني انت بتاعه انت معاه حتى لو انت بتلف وتدور وبتقول لا انا ما عرفوش والقصة دي كلها لا احنا لغتنا وحياتنا وانا وانت وانتي لما نبقى مع المسيح لغتنا تتغير افكارنا يتغير نختار من قلوبنا النصيب الصالح زي مريم اخترت النصيب كل الانصبة تنزع وتتدنس وتضمحل لكن المسيح له المجد هو النصيب الصالح تفضل يا بول انا عايز اتكلم كمان عن واحد كان صعب جدا كان ارهابي ايوه بوليس اه كان ارهابي بوليس ده كان بيجر ناس وديها السجون من الكنيسة كان بياخد الناس وكان بيضربها وكان بياخد تصريح من رؤساء الكهنة راجل شرس بس بيعمل حاجات كأنه بيعملها للرب لانه هو حاسس انه ده ضد النموس وهو بيعمل للنموس وهو بينفز امر الله مع انه كان غلط خالص وضد الله في هذا العمل وفي يوم كان مسافر ورايح واخد الجنود معاه واخد ناس معاه كتير علشان يجيبوا من الكنيسة ناس ويتطهدهم ارهابي ارهابي راجل وحش لكن الرب يظهر له وقول له شاول شاول لماذا تتطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس مين انت اللي بتطهده انت مين قال له وانا يسوع الذي انت تتطهده يسوع يسوع اللي انا بروح اجيب الناس بتوعه يسوع اللي انا بضربهم يسوع الناس اله الناس اللي انا بعمل معاهم حاجات كتير لا ازاي ده وابتدى يقول له حاجات كتير الجنود اللي معاه كانوا سمعين صوت لكن هو كان شايف الرب الرب يظهر له الرب يتكلم معاه وبعدين يقول له روح في المكان الفلاني وانا هبعت لك حد وفعلا بعت له علشان يشفى من العمل لانه هو لما شاف النور الصعب النور الكبير نور الله ما قدرتش عيونه اللي هي كانت عايسة عايشة في الشر وعايشة في اهلاك الناس والقتل والدمار ما كانتش قادرة تشوف النور الحقيقي الرب بيقول انا هو نور العالم علشان كده قال له لما راح له بطرس وحنانيا وصلى لاجله فتح انه وشاف الناس وعارف انه الرب الى حقيق تعال اقول لكم لقوله الكتاب ايه ولكن لما سر الله الذي افرزني من البطن ودعاني بنعمته ده في غلاطية اصحح واحد من عدد خمستاشر الله سر بي عارف انه الله بيحبه رغم كل اللي كان بيعمله برضو الله احبه لو كنت بعيد عن الرب وكنت بتعمل حاجات كتير ضد الرب برضو اعرف يقينا انه الرب بيحبك والرب عايزك انت ماشي في طريق غلط بس الرب برضو بيحبك عايزك تيدي ليه عايزك تعرفه عايزك تكون ليه علشان تبقى مبشر وقال كده دعاني بنعمته ده له دعوة انت هتكون مش راجل ارهابي ده انت هتكون مبشر ليه انت هتبشر باسمي انت هتعرف الناس باسمي بيقول كده ان يعلن ابنه لابشر به بين الامم لو الوقت لم استشر لحما او دما مرات كتير نقعد نفكر لو الرب دعيك لخدمة لو الرب عايزك تخدمه لو الرب بيقولك خلاص كفاية من اللي فات وابتدي في خدمة جديدة خدمتي انا الرب بيقولك النهاردة انا بدعيك اوعد شاور الناس كتير لكن اقتنع بكلام الرب وتعال للرب لما تحس يقينا وفعلا من داخلك انك انت فعلا الرب دعيك اوعى تخرج للخدمة وما يكونش في دعوة ابراهيم ابراهيم دعاه الرب لوط ما كانش مدعو بوليس دعاه الرب شاور علشان يخدم الرب ويبشر وينادي ويكرز باسم الرب علشان كده كان عنده استعداد قال كده ما رحتش وما قابلتش حد بعد تلت سنين سعدت الى ارشاليم لاتعرف ببطرس فمكست عنده خمسة عشر يوما علشان يبعارف الصح من الغلط علشان يبعارف الكلام الحقيقي علشان يبعارف ويتأكد انه دعوته فعلا من الله بطرس بس وجاء كمان وما قابلتش حد من الرسل غير مين يعقوب اخو الرب والذي اكتب به اليكم هو ذا قدام الله اني لست اكذب فيه يترى الرب دعيك للخدمة يا رب يسو تقدر تاخد قرار النهاردة تقدر تقول للرب انا مستعد انا هانذا ارسلني تقدر تقول له حاضر يا رب انا همشي معاك لنهاية الطريق لنهاية الخطة خدمة اذهبوا الى العالم اجمع اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها من امن واعتمد خلص فيه ناس كتير بعيدة عن الرب فيه ناس محتاجاك فيه ناس محتاجة لرسالة من الرب فيه ناس محتاجة لكلمة من الرب هل عندك استعداد بس اتأكد انه دي دعوة من الرب كثيرين بيخرجوا للخدمة لكن ما يكونش الرب دعيهم كثيرين يذهبوا مع ناس دعاهم الرب لكن هم لسه متأكدوش من دعوتهم هل يا تورا النهارده بتحس انه الرب دعيك لخدمة بوليس لم يستشر لا لحمن ولا دم لكن استشار الرب ورضي بمشورة الرب ووافق على انه يكون خادم للرب شوف الرب اللي عمله ببوليس ذهب للامم في اماكن كثيرة في دول كثيرة وجاب ناس كتير وكنيس كتير وكتب رسائل كتير لأفراد ولكنيس بوليس استخدموا الرب مستعد الرب يغير اسمك ويغير حياتك ويبدل حياتك ويخليك من ارهابي الى مبشر بالانجيل الى خادم للرب غير السامرية وبكلمتين راح اتقالتهم للناس البلد كلها طلعت قالت تعالوا انسان قال لي كل ما فعلت لعله المسي الناس خرجت وراها وجاد التلاميذ راحوا جابوا اكل لكن هي راح تجابت من السامرة جابت الناس كلها الاشرار اللي محدش بيعد عليهم ومحدش بيتكلم معهم يا تورا عندك استعداد ان كنت اخ ان كنت اخ او اخت الرب مستعد يستخدمك ومستعد يجيبك ويستخدمك في اماكن كتير محدش راحة يا تورا عندك استعداد تخدم الرب الرب بيدعوك النهار والرب ما كان بيقول لنا وكان متطهد الكنيسة اتطهد فضيع ستات واطفال ورجالة لكن لما تقابل معاه المسيح المقابلة الشخصية المسيح قال له شاول شاول لماذا تتطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس انت مين يا رب وانا فين ايدي اللي اطولك يا سيد وانت في المد وانا هنا عشان اطهدك قال له اللي انت بتعمله مع اخواتي الصغيرين ده انت بتعمله لي انا شخصيا يا شاول لكن لما جه وتقابل مع المسيح بقابولس الرسول العظيم اللي الرب بنفسه قال له كده ده اناء مختار ينبغي يتقلم من اجل اسمي فانا وينتر نهاردة الرب بيدينا الدعوة والدعوة العظيمة مش دعوة بولس كمان اعظم من بولس ان المسيح له المد في فمه قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وسقلي الاحمال انا اريحكم ما قالكش اروح لفلان ولا العلان ولا التركان ولا اتكلم في التريفون ولا اقول الحقوني ولا تعالولي لا تعالوا الي يا جميع المتعبين وسقلي الاحمال انا اريحكم للان لم تطلبوا شيء اطلبوا ليكون فرحكم كامل اطلبوا تاجدوا اقرأوا يفتح لكم مهما طلبتم من الاب باسمي ذلك انا افعله واما انا فاتيت ليكن لك حياة ويكون لك افضل من الحياة عشان كده احبائي ربي ساعدنا مش نبقى اكتر من بولس الرسول نعيش الامانة اوي والقداسة اوي والحرية اوي ونتدع تحت ايدي المسيح وتحت اخوتنا في خوف الله وما فيش مانع لو حد غلط فيا وانا وطي ما فيش مشكلة ليه لان بولس الرسول ده كان راجل جميل مرة جاء قدام فليكس الوالي وبيقوله بيكلمه عن المسيح بقوله يا بولس ابي قليل تقنعني ان اسير مسحيا ده فليكس فقال له انا بدعوك قال له طب روح ومتى استدعيت وقت يعني فليكس بيقول لو عندي وقت هبقى استدعيت تاني تكلمني ما كانش عنده وقت وراح الجهنم لكن انا وانت النهاردة الرب بقول جعلت امامك باب مفتوح لا يستطيع انسان ان يغلق هذا الباب في وجهك لان انا فتحته مرة وايه لابد ازدخلت بدامي نفسي الى قدس الاقدس فوجدت لك ولاك وليا فداء ابديا على حساب دم المسيح اتفضل معاك دقيقتين قول لاخواتك كلمة قبل ما نختم انا بشكر كل المستمعين النهاردة والمشاهدين بشكر كل واحد انه موجود النهاردة وبيسمع كلمة الرب ياريت لو كان الرب النهاردة تكلم ليك ياريت تتجاوب مع الرب قبل فوات الاوان يمكن الصوت النهاردة ليك انت شخصية ويمكن الرب بيندهلك انت النهاردة شخصية علشان كده التفتي للرب وقولي له انا بسمع كلامك يا رب وبجيلك وبخدمك وباخد القرار وبختار ان اكون ليك علشان اعمل عمل عجيب في حياتي لمجدك انت وحدك وبشكر النهاردة قناة الطريق اللي قولنا عايزين نشوف ونسمع والروح قناة الطريق البس البس المباشر اللي عليها 11636 وكمان سبعة وعشرين خمسمية على تلاتة اربعة نايل سات امين ما حاول حاول بكل الامكانيات التلفزيون في بيتك لكن يا ترى بتشوف ايه خلي عنيك تشوف حاجة حلوة النهاردة امين وخلي عنيك النهاردة مركزة على الرب امين خلي النهاردة الرب يفتح عنيك زي ما فتح عني انشاول امين وبإيبولس المبشر العظيم اللي كان ارهابي كبير امين تيقدر الرب بس يسلم له نفسك امين شكرا وربنا يبرككم وانا بشكر الرب لاجل هذه الفرصة امين نورتنا وكترتنا وانت قام وقيمة عظيمة في المسيح وقدي ايه انا سعيدة ان النهاردة كان ليه وقت بسيط مع حضرتك انا والسادة المشاهدين ونتمنى ان يتقرر الوقت مع بعضينا اعزائي المشاهدين بنشكر المسيح من اجل الاسكف سمير شحاته اللي نورنا وكترنا وبركنا جدا وادنا معلومات من الكتاب المؤدس اكتر من خمس ست شواهد جمال وعلمنا ازاي ان احنا نخش محضر الرب وعلمنا ازاي ناخد القرار المزبوط والرب يساعدنا احبائي فعلا انا وانت محتاجين الى نعمة المسيح اللي تشفينا وتحررنا وتقدسنا وتطهرنا ونسلم حياتنا كلنا للرب ساعدنا بكم ونرجو ان نكون اسعدناكم الرب معكم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصف الحياة تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة وهو الطريق الطريق